يعقد البرلمان العراقي اليوم مجلسة لبحث التواجد العسكرية الأمريكي في العراق وذلك بعد جولة التصعيد الأخيرة والتي اغتالت خلالها القوات الأمريكية نائب رئيس الحجد الشابية العراقية بو مهدي المهندس وكذلك إقائد فيلق القدس قاسم سليماني من ناحيته قل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين العراقيين لا يطرحون قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق وذلك على عكس تصريحاتهم في وسائل الأعلام ترجمة نانسي قنقر